أرجع مرة تانية أتكلم عن طاقم التحكيم كابتن محمد عادل له وقعة شهيرة وكبيرة جدا مع جمهور النادي الأهلي تحديدا وقعة الاحتواء وقعة الاحتواء أنا مش عايز أفكر الناس بهذا الأمر أنا كل اللي عايزه فيه مباراة بكرة إن شاء الله إن ربنا يكرمنا وأن تكون هناك عدالة تحكيمية لكل الفريقين شوف حضرتك أنا بقول إيه لكل الفريقين للنادي الأهلي وللنادي الإسماعيلي لو النادي الإسماعيلي عليه ضرب الجزاء احسب بضربة الجزاء لو النادي الأهلي عليه ضرب الجزاء احسب ضربة الجزاء ما تغضش البصر عن أي حاجة يا كابتن محمد بعد إذن حضرتك كل اللي عايزينه العدالة التحكيمية فقط مش عايزين الأمور اللي كنا بنسمحها وأنا عارف ومتأكد إن حضرتك بتقول بينك وبين نفسك أن أنت كنت غلطان أن أنت قلت لهذه الكلمات في مباراة للأهلي والزمالك الشهيرة خمسة ثلاثة فيا كابتن محمد وبقية التاقم الحقيقة بالكامل بعد إذن حضرتكم كل اللي عايزينه منكم بدون ضغط بدون تحيز بدون أي حاجة خالص كل اللي عايزينه العدالة التحكيمية فقط لغير ووعدك يا كابتن محمد وكل التاقم اللي موجود لو إن شاء الله ربنا كرم عملنا مباراة كويسة بكرة حضرتكم عملتم مباراة كويسة عادلة ما بين الفريقين ما بين الفريقين عادلة هنطلع نقول هذا الكلام زي ما بننتقد هنطلع نقول إن انتوا بتعملوا مباراة حلو بس ده لو حصل هقول إيه ده لو حصل فعشان كده كل ما أتمناه نحن نشوف التاقم التحكيم بكرة بشكل جيد